بس قبل ما اروح الحقيقة لأخبارنا محتاج اتكلم دقيقتين عن مباراة امبارح الاهلي وامبي في كرة القدر الحقيقة مباراة امبارح من المباراة رتقدر محفورة في زاكرتي وزاكرة أولادي سنين طويلة لأنه لما كنا بنبص على اللوحة أربعة والنتيجة واحد صفر ودي أربعة وتسعين ازاي اقدر اقول لأحفادي في يوم الايام ان المطس ده النادي الاهلي قدر يكسبه ومش كده بس ده النادي الاهلي عوض تأخره وسوق التوفيق وامور كتيرة انه يعوض بجنين في أقل من دقتين بس هقول لهم حاجة هقول لهم ان المطس ده خلص كده بس هو ده النادي الاهلي والنادي الاهلي الحقيقة بيلهمنا كلنا الروح القتالية وانه ما فيش مستحيل مطس مبارح فتح نفسي مطس مبارح انا كهيسة من الساعة فتح نفسي فتح نفسي لكل شيء غير مودي في كل شيء انهنا المكسب ما انت ممكن تكسب وتاخد تقاطة بونت ومطش يمشي زي عشرات المطشات اللي مشت مع النادي الاهلي ولكن الجمال الفرحة دي الفرحة اللي انتوا شايفينها دي لا احنا بقنا كتير ما حسناهاش مش عشان احنا بنتكلم نادي الاهلي ما بيتكلمش غير بالبطولات ما بيفرحش غير عشان البطولات احنا لا بنفرح بهدف ولا بنفرح بمباراة ولا بنفرح بهدف شكله حلو وفي الاخر ما اخدناش حاجة النادي الاهلي بيفرح بالبطولات ولكن في نقطة كده بتبقى مضيئة في مشوارك ده من أحد النقاط المضيئة إن فرقة متأخرة في حظ وعناد رهيب في عدم توفيق فيه 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 ويستطيع نادي الأهلي حول يعني تأخره بهدف في الديئة 95-96 بفوز 2-1 في مباراة الحقيقة بقول لكم هتبدل محفوظة في الذاكرة أجيال وأجيال الحقيقة مباراة مباراة كان الأهم حاجة تميزها هي روح القتالية عمر ما التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ده هيجي إلا بروح قتالية وإسرار على المكسب وده كنا محتاجينه في التوقيت ده وإحنا عندنا مباراة مهمة جدا وهنهاء بطولة أفريقيا ودخلين كمان على فط الدور التاني خلاص بدأ يعني بالنسبة للفرق وفرق لسه ولكن دخلين على مرحلة الحسم في الدوري الممتاز إذن كنا محتاجين يعني ريفرش أو تذكرة للروح القتالية تاني ساعات انت بتحس كده وانت قعد على الكمبيوتر بتحب تعمل حاجة اسمها ريفرش يعني بتفوق نفسك تاني كده أو تفوق الجهاز كنا محتاجين مبارح التفوئة دي هي دي النقاط المضيئة شايفين الفرحة اللي في الملعب دي شايفين الإصرار العزيمة اللي في عين لعيبة الأهلي وهو دي نادي الأهلي اللعيب هو لعيب جواه الملعب الإداري هو إداري الإدارة هي الإدارة الجمهور هو جمهور هو دي نادي الأهلي معلش أنا آسف بس كان لازم أتكلم عن المباراة لأن الحقيقة المباراة دي ما ينفعش تتعدى كده من غير ما نتكلم عليها من غير ما نتكلم عن الروح والفوز والمنظر الجميل ده وإن شاء الله أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن المصابين ترجع لأن بإذن الله احنا عندنا فرقة كاملة مصابة إذا ربنا كرمنا إن شاء الله واللعيبة دي رجعت من الإصابة ورجعت بشكل جيد وجهزة لأ فرقتنا يبقى ليها شأن كبير وإن شاء الله بإذن الرحمن بإذن الرحمن ربنا يتكلل مجهود الولاد كلهم والفريق والجهاز الفني والجمهور ومجلس دراء كله كله بالفوز بأفريقيا بإذن الله